فيلمنا بيبدأ في قديم الزمان في مملكة من المملك اللي بيحكمها ملك عادل والشعب كله بيحبه وبيكون عايش مع زوجته الملكة حياس عيدة وبيخلفه بنت جميلة ومن كتر جمالها بيشبهوها ببياد التلج وبيسموها سنوايت ولكن للأسف بتموت الملكة يوم ولادتها وبيربيها الملك لوحده وبتكون سنوايت هي طفلته المدللة والكل بيبقى بيحبها وبتعيش المملكة في قمة ازدهارها لحد اليوم اللي بيقرر فيه الملك انه يتجوز وده لانه كان حاسس ان طفلته محتاجة وجود ام في حياتها وبيقابل الملك اجمل ست في العالم وبيتسحر بجمالها وبيعيش معها سن طويلة لحد ما في يوم بينتشر السحر الاسود في المدينة وده بسبب وجود وحش غامض في الغابة واللي بيهدد استقرار المملكة وبيخوف شعبها فبيجهز الملك جيشه وبيروح يحاربه ومن اليوم ده وما بيرجعش الملك تاني لأسره وبتسيطر الملكة على المملكة وبتفرد الضرايب على الشعب وبتصرف كل فلوسهم على جمالها وحفلاتها الغالية وبتتجوز اكتر من ست مرات وفي كل مرة بتقرر تتجوز فيها بتفرد على الشعب انهم يدفعوا ضرايب بحجة ان الملكة بتحميهم من وحش الغابة واللي كان السبب في موت ملكهم وبيصدقها الشعب وبيضطروا ان يدفع اكتر من قدرته وبتدهور حالة المملكة وبينتشر الجوع والفقر في كل مكان وفي القصر بتبقى الملكة حبسة سنويت في غرفة صغيرة ومش بيبقى مسموح لسنويت انها تخرج من القصر ولا حتى من قدرتها الا الحاجة ضرورية وفي يوم بتسمع سنويت صوت الالعاب النارية والطبول وبتعرف ان الملكة عامل حفلة فبتقرر انها تتسلل برا قدرتها وتتفرج على الحفلة من بعيد في الوقت ده بتبقى الملكة قاعدة على العرش وبتكبر جنودها يمثلوا انهم قطعة شطرنج وبتأمرهم يتحركوا في المكان اللي هي عايزاها لحد ما مستشارها الخاص بيقطعها وبيقولها عن الشائعات المنتشرة في المدينة واللي بتتهم الملكة انها بتصرف فلوس الدرايب على الحفلات واللبس والمجاورات فبتقوله الملكة انها هتعمل قانون جديد لمنع الشائعات وبتقوله ان اي حد يقول اشاعة او ينقلها او يسدقها هيكون عقابه الموت وبتسأل برينتن واللي بيكون مستشارها التاني عن رأيه فبيقولها انه قرار سليم وانه هيبدأ في تنفيذه فورا وبيبان ان الكل خاف من الملكة ومن شرها وبتوصل سنوايت للحفلة وبتتفرج عليها من بعيدها مستخبية لكن الملكة بتلاحظ وجودها وبتسألها لو حصل حريق في قضيتها وده لانه السبب الوحيد اللي ممكن يخليها تخرج فبتقولها سنوايت انها بس كانت عايزة تعمل حاجة مختلفة في يوم عيد ميلادها التمنتاشر فبتتعصب عليها الملكة وبتقولها انها مش مهتمة لو حتى كان عيد ميلادها المية وبتؤمرها ترجع قضيتها فورا وبيظهر ان الملكة قد ايه بدغير من سنوايت بسبب جمالها وبتبقى قيلة للشعب انها مشلولة ومش بتخرج من قضيتها وعشان كده ما بيكونش في حد عارف شكل سنوايت غير اللي في القصر وبتمشي سنوايت من الحفلة وهي حزينة وبتقعد مع الخدم والطبخين واللي بيكونوا اصدقاءها الوحيدين وقبل ما تدخل عليهم بتلاقيهم عاملين لها حفلة بمناسبة عيد ميلادها وبيبقوا هما الوحيدين اللي افتكروه وبتفرح سنوايت جدا وبتشكرهم على اهتمامهم وبعدها بتقعد كبيرت الخدم مع سنوايت لوحدها وبتقولها ان جي الوقت اللي تستلم فيه عرشها وده لان الملك كان عايز كده وانها لازم تخلصهم من الملكة الشريرة اللي دمرت شعبها وخليتهم يعانوا من الفقر والجوع وبتطلب من سنوايت انها تنزل تشوف حال الناس في المدينة عشان تعرف اللي بيحصل وبعدها بتديها الخنجر اللي والدها كان سيبهولها قبل ما يروح الحرب وبتقرر سنوايت انها تخرج من القصر وتشوف شعبها وفي مكان في الغابة بيظهر الامير الكت واللي بيكون امير لمدينة مجورة وبيروح الغابة مع المساعد بتاعه عشان يدور على مغامرة جديدة لكن المساعد بتاعه بيكون خاف جدا وده بسبب الشائعات المنتشرة عن الغابة والوحوش اللي فيها وفجأة بيحس الامير والمساعد بتاعه بحركة حواليهم ومن بين الاشجار بيظهر العمالقة وبيهجموا على الامير والمساعد بتاعه لحد ما بيهزموهم لكن فجأة بيوع واحد من العمالقة في الارض هو بيظهر انه مجرد قزم وبينزل باقي العمالقة على الارض وبيبقوا مجموعة من الاقزام لابسين ازياء تخليهم اطول هو اول ما الامير بيشوفهم بيتاري عليهم وبيقولهم انهم مجرد اطفال لكن الاقزام بيتعصبوا جدا وبيربطوا الامير والمساعد بتاعه في الشجرة وبيسرقوا هدومهم ودهبهم والحصانة بتاعتهم وبيمجوا وفي الوقت ده بتخرج الامير اسنوايت من الاصر وبيسمح لها الحراس بالخروج على الرغم من انها ممنوع تخرج ابدا وبيبقى لازم اسنوايت تعدي من الغابة عشان توصل للمدينة وفي طريقها بتقابل الامير والمساعد بتاعه وبتخرج اسنوايت انها تساعدهم وبتفكح بلق ديهم وبيشكرها الامير اللي هي ما تعرفش انه امير وبيبص في عينيها وبينبهر بجمالها وبيظهر ان اسنوايت كمان اعجبت به لكن كل واحد فيهم بيكونوا رايح لطريق مختلف وبيتفرقوا وبيوصل الامير لاصر الملكة وهناك بتعرف الملكة انه غني جدا وهيكون الوريس لمملكته فبتقرر انها تتجوزه وبتحاول انها تلفت انتباهه بكل الطرق وبتقرر انها تعمل حفلة عظيمة على شرفه وتحضر نفسها عشان تبقى جميلة الجميلات لكن المستشار برندن بيسألها ازاي هيجمعه فلوس الحفلة فبتطلب منه الملكة انه يفرد ضرائب جديدة على الشعب وبيتطرر برندن انه يفرد ضرائب جديدة وبتشوفه اسنوايت وهو بيقمر الناس بدفع الضرائب وبتقرر انها تنقذ شعبها بأي طريقة وبترجع الاصر وهناك بتعرف ان الملكة بتحضر لجولة جديدة وبتعرف بوجود امير عنده جيش قوي فبتقرر انها تروح للحفلة من وراء الملكة وهناك بتحاول تطلب من الامير انه يساعدهم وفعلا بيجي معاد الحفلة وبترقص اسنوايت مع الامير وقبل ما تحكيله عن حال المملكة بعد وفاة والدها بتشوفها الملكة فبتتعصب عليها جدا وبتقمر جنودها انهم يقبضوا عليها فبتتخانق اسنوايت معها وبتقولها انها دمرت المملكة وانها سايبة شعبها يموت من الجوع والفقر فبتتعصب الملكة جدا وبتقرر انها تقتل اسنوايت وبتطلب من المستشار برندن ياخدها للغابة ويقتلها هناك ويسيب جستها للوحش وبيوصل برندن مع اسنوايت للغابة لكنه مش بيقدر يقتلها وبيفك ايديها وبيطلب منها تهرب بعيد وما ترجعش تاني وبتجري اسنوايت باقصى سرعتها لكن فجأة بتخبط في جزء شجرة وبيغم عليها وفي الوقت ده بيوصل برندن للقصر وبيقول الملكة انه قتل اسنوايت وبيقرروا انهم في تانيوم انهم يقلنوا عن وفاتها وكأنهم زعلنين عليها وفي الغابة بتفوق اسنوايت وبتلاقي نفسها في بيت صغير وحواليها مجموعة من الأقزام وبيعرفوا انها الأميرة وبيوفقوا انها تفضل عندهم لكن اللي مدت ليلى واحدة بس وده لانهم بيكونوا خايفين من الملكة وفي تانيوم بيجهز الأقزام نفسهم عشان يسرقوا اي حد في الوقت ده بيخرج برندن بالعربية الملكية عشان يستلم الضرايب من القاضي وفي طريقه للقصر بيجم علي الأقزام وبيسرقوا منه لبسه والدهب اللي معاه وبعدها بيرجعوا لبيتهم وهناك بيلقوا سنوايت محضر لهم الأكل ومرتبة كل حاجة بشكل جميل ومنظم فبيفرح الأقزام جدا وبيعودوا يأكلوا وفجأة بتشوف سنوايت دهب الشعب والزي الملكي وبتعرف ان الأقزام بيشتغلوا حرمية فبتطلب منهم يرجعوا الفلوس للشعب وده لانه حقهم لكن الأقزام بيرفضوا وبيحكوا لها عن اللي الملكة عملته فيهم اول ما تولت الحكم وانها امرت بطرد كل الأقزام من المدينة وعملتهم كالمنبوزين بتتأثر سنوايت وبتاعتذر لهم عن اللي حصل لكنها بتصمم ترجع الفلوس للشعب ولما ما بيوفقوش بتضطر سنوايت انها تسرق الدهب وبترجعوا بسرعة للقاضي وبيوصل الأقزام فبتقول سنوايت للناس ان الأقزام هم اللي اقتحموا العربية الملكية وسرقوا الدهب عشان يرجعوا ليهم وبيفرح الشعب جدا وبيسقفوا للأقزام وبيفرحوا بيهم وبعدها بترجع سنوايت معهم للبيت وهناك بتطلب منهم يساعدوها انها تسترجع مملكتها من مرات أبوها الشريرة وبيوافق الأقزام انهم يساعدوها لكن بشرط انها تشتغل معاهم فبتشترط سنوايت عليهم ان اللي يسرقوا يرجعوا للشعب تاني وبيوافقوا وبيبدأوا في تدريب سنوايت على القتال بالسيف والخدأ اللي بيعملوها عشان تقدر تسرق معاهم وبتتعلم بسهولة وبيخلوها القئدة بتاعتهم وفي القصر بيسأل الأمير الملكة عن سنوايت وبيقول ان كان ليه شرف نيورقص مع أجمل بنت في العالم فبتدقى الملكة جدا وبتحس بالغلة والحصرة وبتقولوا انها ماتت وبيتصدم الأمير وبيملى الحزن قلبه وبيظهر انه كان واقع في حب الأميرة وقبل ما بتعرض عليه الملكة الجواز بيدخل برندن وبيحكي لهم عن هجوم الأقزام وسرق الدهب الدرايب فبيتعصب الأمير جدا وبيقرر انه ينتق من الأقزام اللي سرقوا منه كمان دهب وأهنوه وبياخد جزء من الجيش وبيروح للغابة وهناك بيلاقي سنوايت بتحربه مع الأقزام وبيتصدم أول ما بيشوفها وده لانه المفروض فاكرها انها ماتت لكن ما بيكونش فهم السبب اللي مخاليها تنضم للأقزام وما بتكونش سنوايت كمان فهم السبب اللي مخالي الأمير يدفع عن الملكة الشريرة وبيحربوا بعض وبيقدر الأقزام يهزموا الجنود وبتقدر كمان سنوايت انها تغلب الأمير وبتخليهم عليه وبيرجع الأمير للأصر وهناك بيقول للملكة على سنوايت واللي كانت بتحربه مع الأقزام فبتتصدم الملكة وبتعرف ان برندن خدعها فبتروح لمرايتها السحرية واللي بتسمح لها انها تمر من عالم لعالم تاني من خلال السحر الأسود وبتدخل الملكة لمكان المراية وبتسألها لو فعلا سنوايت لست عيشة وبتعرف انها لسه موجودة وانها بقت أجمل منها فبتتعصب الملكة وبتؤمر المراية بقى قابل مستشار وده بسبب خضعه ليها فبتقول لها المراية ان السحر ليه تمن غالي فبتقول لها الملكة انها تدفع ايه تمن بس لازم تعاقب برندن وفعلا بتحول المراية السحرية المستشار لحشرة وبعدها بتقرر الملكة انها تاخد من جرأة الحب السحرية عشان تسحر بها الأمير وتخليها في حبها لكن المراية بتعرفها انها استهلكت منها كتير وان كل ده تدفع تمنه وبتقول لها ان الأمير واقع في حب سنوايت وما بتهتمش الملكة وبتحط من جرعة الحب للأمير في المشروب بتاعه وبتعزمه عليه لكن الأمير بيرفض وبيظهر أنه حزين وبيحكي لها أنه مستغرب من تصرفات الأميرة فبتقوله الملكة أن طول عمرها كانت طفلة جريئة ومتمردة وعشان كده فضلت حبسها في القصر وبعد ما بتمثل الملكة أنها افتكرت جزء الملك وبتعايت عليه بيشرب معها الأمير عشان يخفف عنها وفاجأة بيدوخ وبيغم عليه وبعد ما بيفوق بيظهر المفعول السحري لجرعة الحب لكن بيبقى بيتصرف زي الكلاب وبيفضل يشم في الملكة ويلعب معاها فبتقوله الملكة أنها عايزة تتجوزه ومش تلعب معاه وبيوافق الأمير وبيقرره أن تكون حفلة الزفاف في تاني يوم وفي الغابة بتعرف سنوايد بحفلة الزفاف الأمير والملكة وبتحس بالحزن وبيتكسر قلبها بسبب حبها للأمير وبتروح تتمشى لوحدها في الغابة وفي الوقت ده بتستخدم الملكة السحر الأسود عشان تهجم على الأقزام وبيظهر عرايس خشبية عملاقة بتهجم على الأقزام وبتبقى الملكة هي اللي بتحركهم من مكانها وبتدمر العرايس الخشبية بيت الأقزام وقبل ما تقتلهم بتوصل سنوايد وبتقطع أحبال العرايس وبتقدر تدمرهم وبيفرح الأقزام جدا وبيعتبر سنوايد هي منقذتهم لكن في تاني يوم بتقرر سنوايد إنها تمشي وبتسيب للأقزام رسالة بتقولهم فيها إن وجودها بيئذيهم وعشان كده لازم تمشي وبيحس الأقزام بالحزن وبيلحقوها قبل ما تمشي وبيطلبوا منها تفضل معاهم وبيقولوا لها إنها قدرت تحولهم من مجرد عصابة من اللصوص لجنود نوبلاء عندهم هدف يحربوا عشانه وبتقتنع الأميرة سنوايد وبتقرر إنها تقتحم حفل الزفاف بتاع الملكة وتخطف الأمير وبتتنكر هي والأقزام وبيقتحموا الفرح قبل ما الملكة توصل وبيحكوا للنبلة والوزرع اللي بيحصل في المملكة وبعدها بيخطفوا الأميرة وبيمشوا وفي الوقت ده بتبقى الملكة بتجايز نفسها للعرس وبتبقى بتستخدم فضلات الحشرات والطيور على جسمها عشان تحفظ على شبابها وبتلبس لبس يخليها تبان رشيقة ومتنسقة وبيرجع لمستشار برندن لحالته الطبيعية وما بيكونش عارف إن الملكة هي السبب اللي حصله وبعدها بيروح مع الملكة لحفل الزفاف وبتعرف اللي سنوايد عملته وبتلاقي طبقة النبلاء بيعدبوها عن اللي بتعملوا في شعبها والضرائب اللي بتفردها وبيقرروا إنهم ما يدعموهاش وبيطلبوا منها تتنحي عن العرش للملكة الحقيقية فبتتعصى بالملكة وبتقرر إنها تنتقم من سنوايد أشد انتقام وفي الغابة بيبقى الأمير حزين على فراء الملكة وبيلاحظ الأقزام إنه بيتصرف شبه الكلاب وبيعرفوا إنه ممكن يبقى ملعون بتعويزة من الملكة وبيفضلوا يضربوه ويعملوا أصوات حوالية عشان يفوقوه لكن غير فايدة فبيقترح واحد فيهم إن الأمير محتاج بوسها من حب حقيقي عشان مفعول التعويزة يزول فبتقرر سنوايد إنها تبوسه وفعلا بيرجع الأمير لحالته الطبعية وبيعترف بحبه لسنوايد وبيعرف إن الملكة عملته فيه فبيقرر إنه ينتقم منها ويرجع العرش لسنوايد وفجأة بيسمع صوت الوحش وبتعرف سنوايد إن الملكة عايزة تقتلها فبتخرج بسرعة من البيت وبتحبس الأمير والأقزام وده عشان ما يتقذوش بسببها وبتقرر تحارب الوحش لوحدها لكن الأمير بيحاول يكسر الباب في الوقت اللي بيظهر فيه الوحش ومع الملكة واللي بتقمره بالهجوم على سنوايد وبتجري سنوايد بأقصى سرعتها وبيجري الوحش وراها في الوقت ده بيقدر الأمير والأقزام إنهم يفتحوا الباب وبيروحوا ورا سنوايد وبيحاربوا معها الوحش لكن الوحش بيقدر يهزمهم كلهم وبيقرب من سنوايد عشان يقتلها لكن فجأة بتشوف سنوايد نفس القلادة اللي الملكة بتلبسها في رأبة الوحش فبتقطعها سنوايد وفجأة بتلاقي الوحش تحول للملك والدها في نفس الوقت اللي بتتحول فيه الملكة لست عجوزة جدا وشكلها وحش فبتقول لها مريتها إن هو ده تمن السحر وفي الغابة بتتصدم سنوايد لما بتشوف والدها لسه عايش وبتعرف إن الملكة حاولته الوحش كل السنين دي عشان تستولع المملكة وبيفرح الاب لما بيشوف بنته بعد ما كبرت وبقت جميلة وبيشكر الأمير والأقزام على شجعتهم وبيقرروا إنهم يسترجعوا المملكة وبتهرب الملكة الشريرة وبيعلن الملك جواز الأمير وسنوايد وبترجع المملكة القمة ازدارها من تاني وفي الحفلة بتسلم سنوايد على كل اللي في القصر واللي بيكونوا مبسوطين عشانها وفجأة بتقابل ستة عجوزة بتديها تفاحة وبتدها لها وبتنهار الملكة وبتعرف إنها خسرت وبيعيش سنوايد والأمير حياة سعيدة مع الملك وبيخلص الفيلم الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكارتون سلام